ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري 61 نقطة مستفيدا من المكاسب التي حققها في شهر فبراير ومارس والتي أعادته إلى الصعود ويرجع هذا الارتفاع إلى تعافي أسعار النفط منذ نهاية فبراير بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها الشركات والنتائج المالية التي حققتها في عام 2015 والتي أنعكست إيجابا على نتائج السوق وإعادة التفاؤل إلى المستثمرين المؤشر أغلق عند 5467 نقطة وقد تصدر بنكو مسقط الشركات الأكثر تداولا بحجم تداول بلغ قرابة 48 مليون ريال عماني مستحوذ على 18% من التداولات وجاءت عمان تل في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال عمانية أما القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق حققت ارتفاعا بنهاية مارس الماضي إلى 16 مليار ونصف المليار ريال عمانية هذه الزيادة جاءت نتيجة لإدراج أوراق مالية جديدة أبرزها إدراج أسهم زيادة رأس مال شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربك وإدراج الإصدار 48 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني في سوق السندات والسكوك بالاضافة إلى زيادة رؤوس أموال عدد من شركات المساهمة العامة والشركات المقفلة أكثر من 23 ألف استوانة غاز مسال قضعت للفحص الظاهري الذي يتمثل في الصدى والقاعدة والتسريب والانبعاجات والضغط الهيدرولكي وذلك لضمان سلامة المستهلك ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة أن تكون البيانات الإضاحية للإستوانة مقروئة والوزن الفارغ محددا ومقروئا وعدم تجاوز الفترة المحددة للفحص الدوري منذ تاريخ إنتاج الإستوانة بعد ذلك يتم فحصها بشكل دوري كل عشر سنوات بعد الفحص الأول وأن يكون المحبس والقاعدة بدون عيوب وعدم وجود تسرب في الإستوانة